يزداد منصوب التوتر في العلاقات البريطانية الفرنسية وتتراكم الملفات الخلافية بينهما بدءا من تطبيق اتفاق لبريكزيت وما تبعه من إجراءات ولا سيما في ملف الصيد البحري وصولا إلى كيفية معالجة أزمة المهاجرين عبر قناة الماش والتي تفصل بين البلدين هذا التباين والخلاف امتد إلى الفشل في الوصول إلى حصر التداعيات الناجمة عن إلغاء صفقة الغواصات الفرنسية مع أستراليا أهلا بكم إلى الرابط فرنسا إذن تمنع بريطانيا من المشاركة في اجتماع أوروبي بشأن المهاجرين وعن ذلك نتساءل هل تدخل أزمة المهاجرين في لعبة التجاذب السياسي بين لندن وباريس وهل هذا التجاذب يصيب خطط لندن وبروكسل للدعم المالي في مواجهة أزمة المهاجرين من بوابة بحر المنش وحركات الهجرة غير الشرعية عبره تعود الخلافات لتؤزم العلاقة بين فرنسا وبريطانيا خلافات بدأت من بريكزيت ولم تنتهي عند حاجز اتفاقية أوكس فيما عمق العلاقة الاقتصادية بين الطرفين يبقى الضامن الوحيد لحل ملفات أو ملفات الخلافة مهما تعظمت متابعة التفاصيل لا تزيد أزمة المهاجرين في بحر المنش بين فرنسا وبريطانيا إلا من صب الزيت على نار الخلافات تكبر الخلافات وتتعمق وتصير لحد التصعيد بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني الذي يتهم فرنسا بأنها لا تقوم بما يكفي من أجل لجم طيار الهجرة المتزايد رغم الدعم المالي الذي توفره لندن يواجه بوريس جونسون رسالته الافتراضية للرئيس الفرنسي عندما يدعوه لاستعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أنجلترا آتين من فرنسا بعد مقتن أكثر من 27 شخصا منهم يحذر جونسون فيأتي الرد الفرنسي باعتبار تصريحاته غير جدية فيما يتم إبلاغ وزيرة داخلية بريطانيا بأنها لم تعد موضع ترحيب في الاجتماع الذي تصدفه باريس بشأن أزمة الهجرة خلافات كانت بوابتها الرسمية بريكسيت لتركب أمواج بحر الاضطرابات وتصيب أزمة صيد لم يتفق الطرفان على تنظيمه وكذلك انتهاك قانون الملاحة واتفاق الهجرة هكذا تردد فرنسا فيما بريطانيا تعيد بتعزيز الجهود لمنع ما يقلق باريس لا تتوقف الخلافات بل تذهب وتتعمق صفقة الغواصات الأسترالية حولت باريس من الحليف الأقدم لواشنطن إلى خصم يصف اتفاقية أوكوس بالسلوك الانتهازي لتحل مكانها لندن تنتقل الخلافات البريطانية الفرنسية من ملف إلى آخر فيما يقف الاقتصاد بين البلدين على حافة مرحلة جديدة بعدما سجل التبادل التجاري بين خصمي اليوم في عام 2020 ما يقارب 85 مليار دولار فترة بدأ فيها انخفاض التبادل بنسبة 23.5% في ظل تصاعد الحديث عن تأثيرات بريكسيت ودخول العالم في جائحة كورونا ينظر البلدان ماليا إلى خلافاتهما خلافات تكبر وتتعقد لكنهما يعلمان مدى اعتمادهما على بعضهما البعض فالاستثمارات الفرنسية في لندن والتي يصل حجمها لـ 98 مليار دولار تقابلها استثمارات بريطانية في باريس تصل لمئة مليار دولار علاقة تدخل عمق الأزمة وتتعدد فيها ملفات الخلاف لكن الاقتصاد يبقى الدافع الأكبر لحلها فعلاقات الدول لا تبنى على تصريحات ديبلوماسية بل على لغة المصالح والاقتصاد قبل بدء النقاش نقاش هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط هل تدخل أزمة المهاجرين في لعبة التجاذب السياسي بين لندن وباريس أيضا هل هذا التجاذب يصيب خطة لندن وبروكسل للدعم المالي في مواجهة أزمة المهاجرين هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء من باريس عبر الأقمار الصناعية تنضم إلي الدكتور سيلين جاريزي وهي الأكاديمية والباحثة في أشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية أهلا وسهلا من أكسفورد ينضم إلي عبر تطبيق زوم السيد سامويل رماني وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد أهلا وسهلا ومن عمان عبر الأقمار الصناعية الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية أهلا وسهلا إذن أرحب بكم جميعا وأبدأ هذا النقاش مع ضيفتي من باريس دكتور سيلين هل تبحث فرنسا عن مزيد من التصعيد مع بريطانيا والسبب كثرت ربما الملفات العالقة بين الجانبين عندما رفضت باريس وجود وزيرة داخلية بريطانيا ضمن اجتماع أوروبي مخصص لأزمة المهاجرين غير الشرعيين طبعا أول مرحبا بكم مرحبا بضيوفك من الأردن ومن بريطانيا بكل تأكيد فرنسا هي لم تلغي فقط حضور الوزير البريطاني يوم الأحد لكن هناك الشمع كان مقرر اليوم بين وزيرة داخلية الفرنسية ونظرته البريطانية وتم إلغاءه أيضا فرنسا لا يمكن أن نقول أنها تبحث عن التصعيد بقدر ما هي تبحث عن تقدير موقف فرنسا من الدول الأوروبية التي لم تستسخ خروج بريطانيا من البريكسيت لأن هذا قد خلق لها أزمة كبيرة أزمة في التنظيم لديها حدود لنقل شبه مباشرة مع بريطانيا لذا مسألة التصعيد لدى فرنسا مثلما لاحظناها لدى أزمة أوكس هي بالنسبة لها تقدير موقف وبكل تأكيد لا يمكن أن ننسى المصالح الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية هناك مجموعة من الأوراق التي تمتلكها اليوم فرنسا ولا تريد تزيعها خاصة وهي تعاني أزمة لدينا أزمة اقتصادية ككل الدول بعد جائحة كورونا هناك مجموعة من الملفات الصاخنة التي فتحتها فرنسا في مجموعة من المناطق في العالم هنا أتكلم عن ليبيا عن شرق المتوسط هناك رغبة في فرنسا إلى العودة بقوة كدولة قوية داخل الاتحاد الأوروبي بكل هذه النقاط المجتمعة يجب النظر إلى الموضوع بندرة زوميا لا يمكن أن نفصل موضوع الملاحة أو السيدة البحري أو عن الهجرة عن خروج من البريزة عن أزمة أوركيس كل هذه النقاط سنفصل كل هذه البلفات العالقة في خضام هذا النقاش إذن هذا الموقف الفرنسي هو رسالة مزدوجة يعني موجهة إلى الجانب الأوروبي من جهة وموجهة إلى الجانب البريطاني من جهة ثانية وعن بريطانيا أسأل ضيفي سيد سامويل لندن دعت أيضا باريس إلى العودة عن قرارها إلغاء المشاركة لوزيرة الداخلية البريطانية في هذا الاجتماع يوم الأحد لماذا؟ ما الذي تريد أن تحقق بريطانيا أو ربما تعول عليه من هذا الاجتماع الأوروبي؟ إن بريطانيا تود أن تخفض التوترات مع فرنسا طبعا مع كل الأزمات التي ترينها مؤقرا أزمة الصيد أوكس والآن أزمة الهجرة إذن كل هذه الأزمات ربما تخرج من السيطرة إذن المملكة المتحدة الآن تود أن تتقرب ربما من فرنسا وإن جونسون طبعا قال أن فرنسا لا تفعل الأمر الكافي من أجل إدارة الأزمة الهجروية في المناطق البينية بين فرنسا وبريطانيا وهذه الشبكة أظن السكوتلندية و47 ألف شخص يتوقفون من قبل بريطانيا ولكن ربما الحاجة الآن هي إلى التعاون بين فرنسا والمملكة المتحدة إذن ربما نبدأ الطريق بخفض التوترات وعلى وقت على ذلك أن بوريس جونسون الآن يعيش ضغطا سياسيا لأن حزب العمال الآن ينتقضونه حتى وعلى رغم من كل المساعي والسياسة الفرنسية لأن هناك هذه الجهود الوطنية من أجل ربما التركيز على الهجرة من قبل حزب العمال وهناك هذا الضغط الهائل على بوريس جونسون الآن طب هنا أسأل ضيفي من عمان دكتور حسن المومني ما هي حقيقة هذا الخلاف الفرنسي البريطاني يعني كأننا نتحدث عن كرة ثلج لجهة كثرة الخلافات المستمرة والمتصاعدة بين فرنسا وبريطانيا مساء الخير لك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الكرام هو حقيقة جانب من هذه القضايا هي قديمة جديدة يعني هي ليست بجديدة مثلا مسألة المهاجرين والقادمين من فرنسا إلى بريطانيا لسنوات مضت حقيقة كان في هناك خلافات بريطانية فرنسية خاصة مثلا بريطانيا كانت تتهم فرنسا بأنها تتخذ الإجراءات الكفيلة بمنع تدفق المهاجرين من مناطق كالي من مناطق فرنسية بهذا الجانب وفي السنوات الماضية شفنا وأعتقد كان في نوع من الاتفاق أن تدفع بريطانيا 40 مليون جنيه يعني قلنا نقول ضمن هذا المبلغ للسلطات أو الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ إجراءات فبالتالي مسألة الهجرة أنا بالتقدير الخاص مسألة لا شك أنها ثنائية لكنها أيضا متعددة الأطراف يعني هي أوروبية عالمية في هذا الجانب فبالتالي ليسا بجديد الآن مسألة الصيد البحري ومسألة أوكوس هذه يعني خلنا نسميها مشاكل ما بعد البريكزيت وحقيقة مسألة البريكزيت لا شك أضر بمسألة الوحدة الأوروبية ومتوقع أن يكون هناك نوع من المشاكل بمسألة الصيد البحري هي تتعلق بطبيع الاتفاق اللي عقدته بريطانيا مع الاتحاد أوروبي بهذا الجانب أنه الاستمرار بالسماح للصيادين اللي كانوا في الأصل يصيدوا في المناطق هذه السماح لهم لكن بريطانيا طبيعي تتحدث أن في بعض من الصيادين لا يملكوا التصاريح اللازمة في هذا الجانب وأنه يجب أن يكون قد كانوا سابقا يمارسوا في هذا والآن مسألة أوكوس أسمة الصيد غير محسومة بعد بشكل كامل بين البريكزيت أو بعد البريكزيت بين بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي مزيد من النقاش عن كل هذه القضايا العالقة ولكن بعدما أستعرض هذا التقرير أو هذا الخبر سريعا ثم أعود لحضراتكم إذن انتقد الرئيس الفرنسي إيمان ويم ماكرون تصرفات لندن التي اعتبرها غير جدية بشأن ملف المهاجرين وقال ماكرون أن التواصل بين مسؤول وآخر بمسائل كهذه لا يتم عبر تويتر أو عبر نشر الرسائل وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد طالب عبر تويتر فرنسا باستعادة المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا من سواحلها أنطلق من حيث انتهيت بهذا الخبر وأسأل ضيفتي من باريس دكتورة سيلين ما هو مصير كل هذه الدعوات البريطانية لجهة استعادة المهاجرين الذين عبروا الحدود لكي يصلوا إلى إنجلترا هناك مشكلة كبيرة هناك اتفاقية دولية يجب الإشارة إلى نقطة لا يشار ليها كثيرا ولا هي من يحكم هذه الاتفاقية بين فرنسا وبريطانيا وحتى إيرلندا الشمالية وتم إقحام أو إدخال بلجيكا هي اتفاقية أو معاهدة لتوكي التي تم توقيعها سنة 2003 ودخلت حيزة تنفيذ سنة 2004 هذه الاتفاقية التي يطالب الفرنسيين بإعادة النظر فيها لأنها تجعل من الحكومة أو من الشرطة البريطانية تأمر الشرطة أو القوى الفرنسية في مجموعة من الأشياء أن يتم إرجع هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا ليس دم فرنسا ولا دم حتى هؤلاء الأشخاص هناك اتفاقية دولية هناك معاهدة دبلن هناك مجموعة من المعاهدات لكن المشكلة هي أنها لا تنصف فرنسا فرنسا بحكم موقعها وهنا لن أقول لعنة الجغرافية الطبيعية لكن موقع فرنسا جغرافيا يجعلها مكان أو مدخل أو معبر لأوروبا عامة للهجرة سواء من إفريقيا القارب أو الزورق الذي تم غرقه أو الأمس كان يتضمن أشخاص من الشرق أو الشرق الأوسط حسب المعلومات الأولية كل هذه الأشياء تجعل من المستحيل إرجع هؤلاء الأشخاص إلى فرنسا هؤلاء الأشخاص لو كانوا يريدون حتما البقاء في فرنسا كانوا يضلوا في فرنسا ولم يخاطروا بأنفسهم في هذه المياه الصعبة وهذه الممرات الباردة للوصول إلى بريطانيا لمجموعة من الأكب أن فرنسا لا تلائمهم هذا من جهة من جهة ثانية تعلمي حضرتك أنه دائما هذا الملف ملف الهجرة غير الشرعية هو ملف تستخدم الدول للضغط على دول أخرى من أجل مصالحها هذا الآن هذا المثال الذي يحصل بين بريطانيا وفرنسا المثال الآخر الحديث أيضا بالتوازي ما يحصل بين بولندا وبيلاروسيا دائما يتم توظيف هذه المسألة وبالتالي هناك اتهامات على باريس في هذا الشأن بسبب كثرة الملفات الخلافية مع بريطانيا دعيني أسأل ضيفي من أكسفورد سيد سامويل يبدو بأن كل هذه المحاولات الفرنسية كما استمعنا ونرى لمنع مغادرة قوارب المهاجرين لم تكن كافية ما هي خيارات لندن في هذه المرحلة إذن إن بريطانيا لديها خيارات عدة هناك خمس اقتراحات من قبل بوريس جونسون في رسالته وهناك هذه الأمور الشائكة طبعا ولكن هناك الخيارات الأخرى التي ربما تكون واقعية إذن استخدام المستشعرات الرادارات من أجل رصد وتعقب الأنشطة الهجروية ربما المسيارات من أجل أن نتتبع حركات المهاجرين ومن أجل أن نتتبع أيضا الحركات غير الشرعية مثلا التهريب قبل الوصول إلى الحدود إذن هذه الأفكار بالنسبة لبريطانيا ستكون مقبول بها ولكن ماذا عن فرنسا وعلوتا على ذلك فيما تعلق ببريطانيا لتعامل مع هذه الأزمة أتحدث عن التعاون مع فرنسا من ناحية الدوريات البحرية المائية أيضا المشتركة إذن طبعا هناك هذه الزوارق التي يجب أن تسخر في المياه الإقليمية من أجل تسيير الدوريات المشتركة وهذا ما تأمله ربما من بريطانيا من فرنسا نعم هناك الشق المالي ولكن هناك أيضا هذا العمل من أجل تبادل الاستخبارات والمعلومات المخابرتية وعلوتا على ذلك هناك هذه الدوريات التي تود بريطانيا أن تعمل عليها ولكن فرنسا تعتبر ذلك انتهاكا لسيادتها إذن الآن الأمور عالقة ولكن المقترحات موجودة وكانت موجودة في هذه الرسالة التي وجهها بوريس جونسون إلى فرنسا نتحدث عن التبادلات إذن واستخدام التكنولوجيا والمسيرات هذا المقترح البريطاني لجهة الدوريات البحرية المشتركة رفضت فرنسا هذا المقترح مزيد من النقاش حول هذه النقطة لكن بعد قليل أن أبقى في خضم ما نناقش لجهة سبل معالجة هذه الأزمة في هذه المرحلة أسأل ضيفي من عمان دكتور حسن أيضا في سبيل الحديث عن منع مهربي البشر وإرسال كل هؤلاء المهاجرين من فرنسا إلى بريطانيا سواء كانت بطرق مقصودة أو غير مقصودة أيضا ما هي سيناريوهات الحل عادة في فض النزاعات ما الذي يمكن وضعه على الطاولة كسيناريوهات ترضي جميع الأطراف يعني بداية لابد أن تتوافق الأطراف على استراتيجية متكاملة جوهرها يعني أن تتوفر الإرادة حقيقة على التعاطي مع هذه المشكلة الآن مسألة استخدام التكنولوجيا وكثير من الخطوات هذه سهلة حقيقة ومتوفرة لدى كل البلدين يعني لدى بريطانيا لدى فرنسا دول متقدمة التكنولوجيا ومسألة الرادات وغير والرادارات وغير كل هذه الأمور وأعتقد أنه في سياق التعاون التاريخي اللي بين فرنسا وبين بريطانيا يفترض أن يكون هناك آليات لإدارة الحدود أنا بالتقدير الخاص يمكن سياق بريكزيت وما بعد بريكزيت ومن المشاكل خلق نوع من عدم الثقة وأيضا لا تنسي أن هذه القضايا تم توظيفها أيضا في سياقات داقلية لأن هناك انتخابات وهناك أمور أخرى بهذا الجانب فأنا بالتقدير الشخصي في مسألة فضل النزاعات أكيد لا بد أن يكون هناك حل وسط بهذا الجانب حل توافقي بين كافة الأطراف ولا ننسى أن الذي على المحق بين هذه الدول أكبر بكثير من مسألة صيد ومن مسألة هجرة بهذا الأمر هناك اعتمادية اقتصادية أمنية هناك حتمية جيوسياسية تجعل من كل الطرفين بريطانيا وأوروبا طبيعي أوروبا شريك رئيسي بالنسبة لبريطانيا وكذلك بريطانيا بالنسبة لأوروبا في هذا الجانب فلذلك لا يوجد أمام الأطراف إلا الحوار والوصول إلى توفق وخلينا نحكي شغلة معينة هل المفاوضات حول هذه القضايا سوف تكون أصعب من مفاوضات لبريكزيت ومع ذلك لبريكزيت حصل في هذا الجانب نعتقد أنه بتقديل خاص ما يحصل هو خلينا نسميه نوع من التصعيد التكتيكي اللي يمكن ازدادت فيه الأمور بعد لبريكزيت نتيجة تنفقدان الدقة وإذا بتسمحيلي ممكن هنا أضيف بس قضية معينة مسألت الأوكس مسألت الأوكس متعددة هي ليست فقط بريطانيا اللي بتلاحظوا أن فرنسا ركزت على الجانب الأمريكي في التعاطم مع أوكس أكثر مما ركزت على أستراليا وبريطانيا على الاعتبار أن القوة الأكبر والمحركة لهذا الاتفاق هي أمريكا وبالتالي شهدنا في الأسابيع الماضية تواصل أمريكي فرنسي محاولة من فرنسا حقيقة لأخذ تأكيدات من قبل أمريكا أنه فرنسا حليف ولا تنسي أن مسألة لغاء الاجتماع تذكرنا بمسألة مثلا سدعاء السفير الفرنسي فهذه كلها تكتيكات دبلوماسية وأعتقد يمكن الهدف الحقيقي هو مسألة داخلية أكثر من مسألة التصعيد السراتيجي ابقوا معي أستعد هذا التقرير وأعود لحضراتكم إذن عديدة هي الملفات الخلافية بين بريطانيا وفرنسا يشكل ملف أزمة المهاجرين واحد منها ليزيد التوتر بين الجانبين نتابع التفاصيل في حدث وصف بالدموي لقي عشرون مهاجرا غير شرعي مصرعهم إثر غرق قاربهم قبالة ميناء كاليا الفرنسي أثناء عبورهم بحر المانش من فرنسا إلى إنجلترا منذ مطلع العام الجاري حاول أكثر من 31 ألف مهاجر من جنسية مختلفة عبور بحر المانش الفاصل بين فرنسا والمملكة المتحدة من بين هؤلاء جرى إنقاذ نحو 7800 شخص من الغرق خلال محاولات العبور غير الآمن وفق الإحصاءات المتحة وبحسب البيانات الرسمية شنت السلطات الفرنسية والبريطانية أكثر من 300 عملية توقيف لمنع المهاجرين من عبور القناة الإنجليزية رغم ذلك نجح نحو 25 ألف مهاجر في العبور إلى بريطانيا عبر قوارب صغيرة وفق إحصاءات العام الجاري وتبلغ تكلفة عبور الشخص الواحد 6800 دولار أمريكي يتقادها المهربون لتسهيل عملية الانتقال من الجانب الفرنسي إلى الجانب البريطاني أعود لاستئناف هذا النقاش وأعود لضيفي من عمان دكتور حسن هل هذا الخلاف الذي نتحدث عنه أزمة الهجرة غير الشرعية هو خلاف فرنسي بريطاني أم خلاف ربما أوروبي بريطاني في هذه المرحلة يعني في السياق العام المشكلة الهجرة مشكلة أوروبية وهي لا شك قد تكون بريطانية أوروبية تم اختزالها في الموضوع الفرنسي على الأتبار أن فرنسا هي نقطة الأكثر عبورا في مسألة الهجرة وأن بريطانيا بالنسبة للمهاجرين جاذبة يعني تاريخيا يعني أنا خلنا حكي شغلي معين المسألة مش مسألة فقط انقلاب هذا هذا القارب وهناك كان فيه كثير من الحوادث اللي من خلال التهريب من خلال القطارات من خلال الشحينات من خلال الحاويات اللي يجدوا في مرات يجدوا ناس متوفين من هذا الأمر فهي باعتقادي مسألة لكن خلينا نحكي شغلة معينة يعني هنا يعني الخلاف محصور بفرنسا وبريطانيا ولغاية الآن ما فيه هناك موقف أوروبي واحد حقيقة للتعاطي مع بريطانيا لا تنسي أن أوروبا أيضا تعاني من مشاكل في هذا الأمر خدمي مسألة الأوكس يعني هل كل أوروبا كانت متوافقة مع الموقف الفرنسي في موضوع أوكس وشفنا أنه صار الحديث عن عن الناتو ضرورة إعادة الحاوي للناتو في هذا الجانب وهنا يمكن أوروبا بالتقدير الخاص من المفروض أن أوروبا وبروكسل قد تلعب ممكنها تلعب دور دور وسيط لكن دور مسهل من أجل حل هذه القضية لأنه في نهاية المطافلة على المحك يعني هنا خلينا ننظر بنظرة شمولية الأمن في أوروبا لا يجزع لا شك بريطانيا طلعت من التعامل الأوروبي لكن هناك قضية أمنية والأمن لا يجزع ما يحصل في بريطانيا يؤثر على أوروبا وما يحصل في أوروبا يؤثر على بريطانيا وبالتالي لابد من حل قضية الهجرة التي هي متعددة ليس فقط في فرنسا شاهدنا كيف الآن على الحدود البولندية في بلوروسيا في كل هذا الجانب في بحر إيجا في كل هذا الجانب هذه مشكلة أوروبية دولية يجب التعاطي ضمن استراتيجية متكاملة من ضمنها كمان مكافحة الجريمة يبدو أن عصابات تهريب البشر أيضا من تعيش في أوروبا لهذا الجانب وإلا كيف لنا أن نرى لهذا يجري الحديث أيضا في هذه المرحلة عن الحاجة مش فقط لتكاتف الجهود وإنما أيضا لسن قوانين جديدة تمنع وتنظم ربما هذه الهجرة سواء حتى الشرعية وغير الشرعية في أوروبا وحتى في بريطانيا ضيوف الكرام ابقوا معي أتوقف عن دفاصل وحيد في هذه الحلقة من الرابط ثم أعود بعد ذلك لسئنا في ما تبقى من النقاش جانب آخر أيضا ظهر خلال أزمة المهاجرين من خلال دعوة الرئيس الفرنسي قوات فرونتكس لمزيد من الدعم الحد من تداعيات الأزمة فما هي أبرز المهام الموكلة إلى الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فرونتكس تعرف عليها في هذا التقرير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل والتي تعرف اختصارا باسم فرونتكس هي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها في وارسو عاصمة بولندا الوكالة مكلفة بمراقبة الحدود في منطقة شنغن الأوروبية بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء في منطقة شنغن تأسست فرونتكس في عام 2005 بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق الجهود في مراقبة الحدود وتقوم فرونتكس بنشر حرس الحدود والسواحل إلى جانب سفن ودوريات وطائرات وسيارات وغيرها من المعدات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود ويمكن للوكالة أيضا نشر الأشخاص والمعدات إلى الدول الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي والتي وقعت اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وطلبت مساعدة فرونتكس على حدودها أعود للنقاش وأسأل ضيفتي من باريس دكتوريا سيلين لماذا ترفض فرنسا مقترحات لندن بشأن تسيير دوريات مشتركة على طول الساحل الفرنسي أليس ذلك ربما أحد أسباب منع هذه الأزمة أزمة الهجوة غير الشرعية هناك مجموعة من الأسبب أولوها أن فرنسا تعتبر ذلك اختراقا للسيادة الفرنسية فرنسا هي الدولة قائمة بذاتها دولة مؤسسات وهي تقوم أصلا بذلك هناك إمكانية فرنسا أعطت اقتراحة تانية رفضتها أو لم تهتم بها بريطانيا منها وضع مكتب مثلا مكتب مزدواج بين الفرنسيين والبريطانيين في الحدود بالنسبة لدورية فرنسا قد استثمرت كثيرا وذكرت تقرير وكالة فرونتكس وطلبت أيضا من فرونتكس دعمها بشراء معدات يعني مثل ما نقول من التكنولوجيا الحديثة للرصد المشكلة ليست هنا ليست في أن فرنسا ترفض هي طريقة التعامل ما تراها البريطانيين البروتوكول المتعارف عليه الاقتراحات التي تقدمت بها بريطانيا هي اقتراحات غير ملائمة لفرنسا من جانب البروتوكول أولا ومن جانب السيادة ثانيا هناك اختراق ودخول في المياه الإقليمية الفرنسية وهذا ما ترفضه فرنسا فرنسا لديها اقتراحات أخرى منها التعاون في المجال المخابراتي حول لأن بعض الاتهامات التي لا تذكر دائما الإعلام أن فرنسا تتهم أن أباطرة والشبكات التي تسوق البشر هي متواجدة في بريطانيا أن الجمعيات حتى الوزيرة الداخلية قد ذكر أن الجمعيات الحقوقية التي توجد تدافع عن هؤلاء المهاجرين في كالي هي بريطانيا على أراضي فرنسية وتعيق عمل الشرطة الفرنسية التي تحاول تفكيك هذه الشبكات وتحاول أيضا التعامل مع المشكلة هناك تهمات متبادلة كثيرة بهذا الشأن هناك تهمات متبادلة هنا نتحدث عن فرونتكس أو نتحدث عن رفض كامل لأي قوات غير فرنسية على الحدود أنا أظن أنه قد تكون هناك مجموعة من يجب أن الموضوع سيحل يعني لا يمكن لننتظر هناك تصعيد أكبر هناك تصعيد لأنه مثلما ذكرت هو تقدير موقف بالنسبة لفرنسا وتحديد مثلما نقول تحديد مكانها ومثلما تفضلت وذكرت جملة جميلة في السياسة وهي كرة الثلج أو ما يسمى بالبطاطا الصاخنة بين الدولتين لكن في نهاية المطاف قد يكون هناك تهيئ أو وضع هيئة مشتركة تتفق الدولتين على شروطها على اهتمامتها بالإضافة إلى فرونتكس وبالإضافة إلى القوى أو خفر السواحل الفرنسية والبريطانية أن يكون هناك اتفاق مشترك فرنسا أظن أنها ترفض كل ما سيأتي من بريطانيا ليس لأنها لا تتفق معها بس لأنها تريد أن تظهر أنها لا تريد أن يتأمر لأن الكلمة رجعت كثيرا سواء في خطابات الرئيس الفرنسي وحتى الوزراء الفرنسيين ليس لبريطانيا أي أوامر علينا ونحن لسنا عاملين لدى بريطانيا لتفرض علينا أو لتخترح علينا فرنسا تنتظر أن تكون هناك طاولة حوار وضع النقاط على الحروف وأن يتم الخروج باتفاقية مشتركة أو بخارطة طريق مشتركة هذا ما تريده فرنسا وتريد أيضا المزيد من الدعم لأن اتهامات فرنسا تحاولت قدر الإمكان أن تستعمل الدبلوماسيا النائمة في حين أن بريطانيا خرجت بطريقة تتهم فيها فرنسا وتقصير فرنسا بطريقة مباشرة في حين أن فرنسا ترى أنها تتحمل الجغرافية وتتحمل أيضا هذا الوضع وهي ليست مسؤولة عنه وتحاول قدر الإمكان الخروج منه هنا أسأل ضيفي من أكسفورد سيد سامو للبعض يرى بأنه أهم في هذا الخلاف الذي يجب التركيز عليه الآن بين فرنسا وبين بريطانيا هو بناء الثقة من جديد بين الجانبين وهو هذا الدور ملقى في هذه المرحلة على بريطانيا لأن فرنسا تشعر بأن بريطانيا في أكثر من مناسبة قامت ربما بالضغط على فرنسا قامت بجعل فرنسا وكأنها لا يوجد لديها دور أو غير مهمة هل تنوي بريطانيا إعادة بناء الثقة وكيف؟ إن بريطانيا تود أن تعيد بناء الثقة طبعاً مع فرنسا من أجل جسر هذه الهوة بينهما ولكن إن فرنسا الآن رفضت دوريات كما تحدثنا عنه وهذا ما أساء لهذه الجهود التي تطلقها بريطانيا لردم الهوة إذن طبعاً هناك هذه الأمور الآن التي تعتبر طوارئ أمنية ولكن علاوة على ذلك نحن بحاجة إلى أمور عدة أولاً على جونسون أن يتفادى هذه المقترحات الأهدية الطرف التي يطلقها وثانياً أن السياسات يجب أن تغير ويجب أيضاً الانتقال من السياسات الشخصية إلى سياسات اتفاقية إذن نحن بحاجة ربما إلى هذه الاتفاقات الثنائية مع فرنسا أو ربما في سياق بريطاني أوروبي ربما أوروبا تتوسط لتسريع وتسهيل هذه الأتفاقيات التي ننوي التوصل إليها ربما استخدام المنظومات أثنائية من أجل إعادة المهاجرين ويجب أيضاً أن لا ننسى ما يجري على أرض الواقع أن فرنسا طبعاً لعبت دوراً كبيراً في منع شبكات تهريب البشر والإجار بالبشر ولكن أن بريطانيا أيضاً سعت في هذا المجال من أجل عرقلة أعمال هذه الشبكات ولكن هذه الأعداد الآن تتزايد وعلى رغم من كل هذه الجهود أيضاً الفرنسية من أجل تخفيف هذه الأزمة يجب على بريطانيا أن تعترف بالدور الفرنسي في نهاية المطاف ولكن أن الاتحاد الأوروبي الآن يعمل ربما من خلال فرنسا التي هي في الطليعة نظراً للجغرافيا أن فرنسا لا تقصر ولكن نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون ربما في أسياق الأوروبي من أجل بلورة هذه الاتفاقية هنا أسأل دكتور حسن من عمان في ظل الحديث ربما عن كل هذه الأزمات السياسية المعقدة بين البلدين يجب إلقاء الضوء على المصطحة الاقتصادية الكبرى وبالتالي هناك علاقة اقتصادية قوية بين بريطانيا وفرنسا بالرغم من كل ما ناقشناه من أزمات مختلفة هل هذه العلاقات هي الضامن لتخفيف التوتر في مرحلة قريبة بين البلدين من أجل الحفاظ على هذه المكتسبات الاقتصادية بين الجانبين مما لا شك فيه في الأساس الاتحاد الأوروبي قام على أساس وظيفي على أساس خلق اعتمادية متبادلة وبالتالي خلق قيم تبعاون وتبادل وهذه نجحت العقود الماضي وبالتالي الآن فيه هناك اعتمادية متبادلة وعندما يكون هناك اعتمادية متبادلة يكون هناك تأثير متبادل هذا في السياق الاقتصادي وزي ما ذكرت تقريركم نتحدث عن عشرات المليارات حقيقة في العملية الاستثمارية في هذا الأمر وحقيقة هنا يجب أن لا يقتصر سياق العلاقة بين فرنسا وبريطانيا على مسألة الاقتصاد الاقتصاد مرتبط أيضا بالسياسة هناك أيضا لا تنسي أن بريطانيا وفرنسا أيضا متوافقات حول كثير من القضايا السياسية في العالم في هذا الجانب هناك القضايا الأمنية صحيح أن بريطانيا خرجت من التحالي الأوروبي لكن بريطانيا ما زالت شريكا في كثير من الهياكل الدولية والأمنية التي تجمع مع فرنسا في هذا الجانب لذلك أنا قلت على المحق الآن من خلافات أقل بكثير من السياق الاستراتيجي في العلاقات في هذا الأمر لذلك هناك حتمية الواقع الجيوسياسي هناك حتمية الواقع الاقتصادي بأن تتوصل البلدان إلى اتفاقية بهذا الجانب فأعتقد أنا بالتقديم الشخصي خلينا أسميه الآن خلينا نقول ديدلوك يعني فيه هناك وضع أغلاقي تكتيكي بحاجة لأفكار جديدة أو بحاجة إلى طرف ثالث ألمانيا اتعاد أوروبي نيتو أنه يجي ويدخل ويحاول أنه إلى حد ما يسهل هذه الأمور لأنه في نهاية المطاف كل البلدان لا يستطيعون أن يجازفان بما حققه تاريخيا وعبر هذه العقود من سياقات اقتصادية أمنية وغيرها وبالمناسبة هناك تحديات أكثر بكثير من مسألة الصيد ومن مسألة الهجرة هناك العالم الآن يعيش في سياق نزعة تغييرية عالمية هناك قوى صاعدة هذه القوى الصاعدة قد تصطدم حقيقة مع كلا الطرفين مع فرنسا ومع بريطانيا وبالتالي تصبح المسلحة المشتركة تحت التهديد شكرا جزيلا لكم جميعا وصلنا إلى نهاية هذا النقاش كنت معي من عمان الدكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وفضل النزاعات في الجامعة الأردنية شكرا كانت معي من باريس عبر الأقمار الصناعية الدكتورة سيلين جاريزي وهي الأكاديمية والباحثة في الشؤون الجيوسياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك كم معي من أكسفورد أيضا السيد سامويل روماني وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد شكرا جزيلا لكم قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط لهذه الليلة هل تدخل أزمة المهاجرين في لعبة التجاذب السياسي بين لندن وباريس أيضا هل هذا التجاذب يصيب خطط لندن وبروكسل للدعم المالي في مواجهة أزمة المهاجرين إذن بعد استفادة النقاش في ملف هذه الليلة مع الضيوف الكرام خلوص الضيوف إلى التالي إلى أن ما يجري بين بريطانيا وفرنسا على خلفية أزمة المهاجرين يأتي من سياق تصعيد تكتيكي بفعل التطورات الحاصلة في فترة ما بعد البريكزيت ووجود حالة من عدم الثقة بين الجانبين أيضا الفعل الفرنسي يأتي في إطار تقدير مواقف ورسالة مزدوجة ربما إلى كل من بروكسل ولندن بحكم الجوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة إذن بهذه النتيجة خلوص الضيوف لهذه الليلة في هذه الحلقة أشكرككم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة